السلام عليكم ورحمة الله أسعد الله وقاتكم أينما كنتم بكل خير شكرا جدا على المرورة الدائمة على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم اليوم إن شاء الله حمل معاكم فتت اللحم والرز على طلب أحد الأخوات من المغرب الأخوة نادية وبعتذر جدا عن التأخير قول ما نبدأ في الفيديو إذا ما مشاركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد وخلونا نشوف إن شاء الله طريقة الطبخ أو إعداد شربة الرز باللحمة بداية وضحت قطرات من الزيت على الحلة لحد ما نسخن سأضيف عليها اللحمة أنا هنا استخدمت نصف كيلو من اللحمة حتى تكون الشربة من المقادير نصف كيلو من اللحمة سأضع عليها البهارات التي تتكون من أو بقية المواد ستكون من أربعة قطع صغيرة من البصل وقطع من الفلفل وورغ القار استخدمت ثلاثة ورقات من الغار مع شوية من الفلفل وممكن تستخدمه كمان معه الهبهة لكن تتركيه لحد ما تغلي الشربة هنا هلات وضحت المكونات البصل والغار والفلفل تحركوهم كويس جدا مع بعض وبعد كده إن شاء الله نغطي الحلة حتى إنه تتشرب اللحمة البهارات والبصل إدوب زي ما شايفين هنا خلاص قلبت اللحمة مع البصل والفلفل ها غطيها لحد ما تتشرب إن شاء الله هنا خلاص غطيت اللحمة لحد ما تتشرب في الأسنادي تجهزي الرز أنا هنا استخدمت اثنين كوب من الرز هأنقعهم في ماء دافي لمدة ربع ساعة حتى إنه يسهل عليكي الطبخ هنا خلاص نقحت الرز وفي الأسنادي خلاص الحمد لله اللحمة تتشربت هأضيف عليها الماء زي ما ظاهرين عندكم في الشاشة اللحمة لونة تغير بعد كده تضيف عليها الماء اللي هي هضيف خمسة أكواب من الماء وطبعا دائما بقول لكم إنه اللحمة ما تضيف فيها الملح لحد ما تقارب على الاستواء تضيف في الملح لأن الملح يعني بيأخر استواء اللحمة ضروا طبعا الحركة تقليب اللحمة في الزياد حتى ما يصار معاكي رغوة أو زفرة اللحمة تظهر معاكي في الوش هنا خلاص وضحت قطعتين من الزبدة لحد ما يسيحوا سأضع عليهم قطعة واحدة من البصل قطعتها صغير للرز وزي ما ظاهر هنا معاكم إنه ما فيه الشرب هنا ما فيه أي وش من اللحمة أو من زفر اللحمة فانتبه يعني لازم تشوحي اللحمة في الزيت هنا خلاص الزبدة ساحد حضيف عليها البصل وأحركه لحد ما يصير لونه دهبي وبعد كده أضيف عليه الرز خلاص الرز هنا يتنقع اللي منذ طربع ساعة هأضيفه على البصل والبصل هنا خلاص اللون صار يعني مائل إلى الدهبي هأضيف الرز وطبعا ضروري هنا يدن في المرحلة دي تحرك الرز كويس جدا مع البصل حتى إنه يتجانس معاه وياخد الطعام ونقطة مهمة جدا طبعا بعد ما تضيفي الموية في الرز ثاني ما تحركيه خالص حتى ما إنه يتكتل مع بعض ويتلبك فينتهو له الحتة دي تحركيه فقط أثناء ما بتقلبيه مع البصل بعد كده هأضيف قليل من الشوربة حتى إنه تدي يعني طعم لي الرز هأضيف قليل من الشوربة وبالنسبة لي الاستوى الرز أنا مدام استخدمت هنا كوبين هاستخدم أربع أكواب من الماء لكن هاستخدم هنا ثلاث أكواب من الماء هاستخدم زي ما شايفين مثلا كوب واحد من الشوربة أو ممكن تضع تعمليهم كوبين من الشوربة مع كوبين من الماء لكن حتى ما تقللي لشوربة كتير ممكن تضيف كوب واحد كافي جدا بيديك الطعم على الرز وطبعا تضيف الملح ما صورته لكم وهنا كان أضيفت الحبهان بعد ما الشوربة غلت وبالنسبة للرز كمان برضو أضيفت كان عد واحد من القرفة ما صورته لكم معلش هنا لسا في موايا معناة لسا الرز ما جاهز يعني أو ما استوى وما تحركه طبعا هنا خلاص عفوا هنا الرز خلاص استوى وصار جاهز الأسنادي بصفي اللحمة علشان أحمرة واجهز فيها الكذبرة أو وضحت فيها كذبرة و الملح رشة ملح واجهز ستوم وضحته عليها أجهز في طوة أجهز زيت علشان أحمر فيه اللحمة لحد ما يسخن أضع عليه اللحمة طبعا اللحمة بتتركيها في الزيت لحد ما يصير لونه يعني مايل على الدهبي وصراحة كل ما كانت يعني ما قرمشت كده بتكون أجمل مع الشوربة والرز أو الرز ممكن تجهز قدحة براها أو طوشة للشوربة لكن ما صراحة شلت لمن زيت اللحمة مع الثوم شلت لمنه شوية وضحته على وش الشوربة طريقة التقديم بتجهز الخبز أو بتقطع الخبز حسب الخبز الموجود عندك سواء كان عربي أو النعدة بتقطعيه وبتيجي ترشي عليه الشوربة يفضل طبعا ما ترشي شوربة كتيرة حتى ما تصير لينا يفضل تكون يعني فيها شوية قوة شوية عشان تستمتعي بالأكلة خلاص بعد كده نحن خلاص رشية الشوربة وأضفت الرز طبعا ممكن فيه خطوة تانية اللي هي تصفي الشوربة من البصل وكده لكن صراحة بنحبنا كلها مع البصل دي خطوة اختيارية خلاص هنا سجت الخبز بالشوربة وضحت عليه الرز وبعد كده هنضع عليه اللحمة بيجد أكلة الفتة الرز مع اللحمة أكلة جدا جميلة وسهلة ومكوناتها حتى بسيطة يعني ما فيها تكلفة كثيرة إن شاء الله تجربوها وتنالي عجابكم كده خلاص صحا فتت الرز باللحمة السودانية صار جاهز أتمنى إن شاء الله يا نادية إنالي عجابكم وأهل المغرب وأهل جميع البلدان طبعا نادية من المغرب طلبت الطبق الرز باللحمة متزوجة سوداني